في ناس بذلت وعملت دفعت فلوس وكذا وتحملوا كلام كثير في سبيل أن تبقى مصر واقفها إلى اليوم ولا تقسم ولا تمزق ولا تتشضى بحرب أهلية أقول بارك الله فيهم شكر الله سعيهم كثر الله من أمثالهم تقبل الله عنهم وأحسن جزاؤهم وعجز للمثوبتهم وإنت حر ادعي عليهم اتهموا بأن أعدائهم للأمة حق داع الإسلام بكرة لن أعرف أنا أيام بقياسك على الأخير بتحدث عن الناس معينين أنت مقياسك كل من حالة بينك وبين أن تحكم وتتسلط ستعتقد أنه عدو الله ورسوله صح؟ عدو للإسلام وإن صلى في اليوم ألف ركعة هذه موزنك أنت وعلى فكرة هذه لن تشفع لك عند الله أنا أقول لك لا كذبت وأثمت كذبت وأثمت شوف الإمام علي عليه السلام ما أعظم هذا الرجل وعلى فكرة أنا لا أنسب إليه يعني ما لم يقوله هذا يتفق عليه السني والشيعي قبل السني لأنه في نهج البلاغة يذكر أنه وجيشه لقوا أهل الشام جزدوا مين؟ معاوية وجيشه طيب أيها في نهج البلاغة قال لا نستزيدهم بالله إيمانا ولا يستزيدوننا يا السلام علي إن صافي عبد الحسن عليه السلام وقال لك ليش تعشق عليه؟ أعشقه حتى الموت هذا الرجل هذا الرجل الذي فيهم الإسلام الصح كان لخلافنا ليس على الدين أنا لا أكفر معاوية ولا أكفر أهل الشام نحن مؤمنين هم مؤمنين ونحن مدينين هم مدينين طيب هل ليش؟ كان لخلاف سياسي فيه خلاف سياسي على السلطة والحكم ستقول لي يا عدنان هذا درس هنا لسا فيه درس آخر تحت هذا الدرس الأول في الإنصاف الإنصاف الإمام علي ليس مجرد كذا تذهب إلى تكفر الآخرين وبعدين هذا علي ليس جماعة في الأقل الحادي والعشرين علي ابن الإسلام أول الصغار إسلاما على الأقل لا يوجد كلام لا يوجد صبي أو صغير أسلم قبل علي يعني هذا من يوم يومه في الإسلام والتوحيد ما رايك؟ عليه السلام ومعروف بلاءه وحسن بلائه في الإسلام في جميع الميدين ما شاء الله ومع ذلك هذا لم يغره يقول لك أنا وبس والذي بعرضني سياسيا خدت ستين في سبعين زنديقه وقال لك لا 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 الحق الحق بش التوضع بس الحق هم مسلمين نحن مسلمين هم نحن مؤمنين في خلاف قضايا ثانية يا سلام على الإنصاف يا سلام مش لا هذه الدولة ضد الله والرسول ضد الإسلام ضد ما يجد الإسلام ضدكم أنتم ضد أطماعكم ضد خطتكم كنت تخفز على السلطة ما ستعطيكم هنا الدرس الثاني الله عليك معاوية يتواضع وقال والله أبو الحسن أحسن مني وأقدم إسلاما مني وأعلم وصهر النبي وأبو الحسن الحسيني وأبو الذرية كذا كذا سيب له الحكم مع أنه علي كل الأمة باستثناء أهل الشام بايعته كل الأمة فقط بلدة وحيدة أهل الشام نحن مع معاوية مع أن أهميل كفته أمتع وأرجح علي صحيح مع ذلك معاوية ما تواضعش ولا تنازل وقالت لا نسيبها لمن لعلي لا علي من جهته تتوقع منه أن الأمة كلها باعتني أريد أن أسيبها لمعاوية لا أسيبها وطبعاً أفضل لا يسيبها ستقول لهم صحابة وعشان موضوع الحكم وذبح بعضهم بعضاً ومات عشرات آلاف الصحابة والتابعين نعم عشرات آلاف بدك اليوم ما شاء الله أنت من الرئيس الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الملك الفلاني أسيب لك الحكم لأنك أنت إسلامي قال أنا إسلامي ما هو نساء أنت إسلامي أنا مجتمع حبيبي شوف لديك أركان غير الخمسة أركانها سأقول لك لا الإسلامي سأقول لك أنا عندي هذه أركان الخمسة أنا قام بها بفضل الله لديك أركان غير الستة الأركان تحت الإيمان ستقول لك أنا عندي هذه كمان أي ما إسلام يعني أنت متى ولدت كإسلامي ستقول لك 28 حاسر البنة سأقول لك أنه بارح السلام عموية 1400 سنة 1443 سنة سأعشطبك من التاريخ كلك أنت والإسلام باقي جاب لك وبعدك يا حبيبي تروح روح إلعب غيرها تلعب عين جاعد أنت لا بدون فهم الناس أنه أي حاكم وأي سلطة تمنع وتحول بينها وبين وصول السلطة واغتنام الكذا فهم هذول أعداء لله ورسول ضحك ضحك على المغفرين والله العظيم عيبة ستقول لك أنت قلت يا عدنان في الخطبة أن الناس صاروا أصبح شبه عاجزين أن يعيدوا استرداد الإسلام وخراءة الإسلام وإعادة إنتاج فهم مريح الإسلام خارج الأنماط والقوالب والمناهج التي سنها الإسلام السياسي ما أنت تقترح ما أنت القصة نبدأ بأشياء ممكن تدخل حتى في الحس المشترك بصراحة لما تتأمل في الدول العربية والإسلامية بشكل عام تحس أن الشعب وأجهزة الدولة المسلمون الرئيس تجد أن يصلي يروح بحج ويعتمر وبالمستباس العمر المسلم الرجل هل هناك بصراحة مساعي ضد القرآن الذي يحفظ القرآن مثل الدول شعي زمان تحت سوفيت يحطوه في السجن أبدا أبدا صح أكبر دولة عربية كان فيها حفاظ قرآن ليبيا القذافي أنا أستغفر الله حرّط على القذافي أستغفر الله بس يعلم الله حرّط علي بنية مخلصة وصادقة بحسب ما كان يصلي من معلومات من الإسلام السياسي القذافي عمر كذا وكذا وكذا والخذافي كذا وصدقتنا ثم تبين لي أنه كثير من هذه المعلومات قذافة طبعا ما كانش على رأسه ريشي ما كانش ملكا منزه يعني لا عنده عطاء رهيبة مثل أي حاكم عربي برضو ولكن ما كانش بذلك السوء الذي صورته وأنا وأستغفر الله دائما أشعر بالحزن والله العظيم رب يغفر لي رب يغفر لي عما ذكرته عالمين برهلة الخذافي كان عنده أكبر حفاظ في القرآن الكريم من ناحية عدد في العالم العربي كله أو الإسلامي طيب كيف سأقول الإسلام حيك فهمونا واضح ما في دولة عربية مسلمة تمنع صلاة في المساجد أو تمنع بناء المساجد بناء بالهبلة خاصة مصر ما شاء الله ما شاء الله بالهبل حتى سوريا وذكرنا الحكم هذا البعث وكذا كذا مش هقول الحكم العلوي انتبه حكم البعث يعني مش حلعب على الوتر الطائفي هذا زي ملعب عليه الإسلاميون مش حاغلت نفس القلطة حاشا لله لكن هذا الحكم البعث اللاديني ما لوجه علاقة بالدين هل منع الإسلام نحن شوفنا سوريا خرجت إلينا كبار علماء الإسلام علماء في الفقه والأصول والتفسير والتصوه إشي عجيب صحيح العلامة البوطي والشيخ الحلبي رحمة الله علي والشيخ وهب الزحيلي والشيخ البغاء والشيخ مصطفى الخن علماء كبار جهابذة صحيح ومؤلفات ماتعة وكلية شريعة تدرس والعجيب أنه ما فيش كلية بالدرس مذهب العلوي ما فيه ما فيه يعني عندهم مش حس تبشيري بشب العلوية ما عندهم ما عندهم انشر إسلامك السني لكن إيش الشرط هو الشرط اللي في سوريا هو في العراق هو في الإمارات في الكويت في البحرين في مصر في كل مكان شرط الحكم عمونا هو هو شرط معاوية أو شرط فلان ابعد عن السياسة لا تنازعني سلطاني فيمت علي إذا نزعت السلطاني مش حرحمك لأكون صحابي وما رحموش بعضهم وهم صحابة هذا الحكم ما نكونش مغفلين صحيح؟ فما تقول لش عدو للإسلام لا تكذب هل هذا من سميته أو سميتها من دولة عدوة للإسلام كما قلت لك تحارب الصلاة لا والله تحارب القرآن لا والله لا تطبع المصاحف لا والله تمنع تدريس الشريعة لا والله تدريس حتى في المدارس إذا لم يكن في الروضة لكن كل هذا مرهوم بماذا؟ تقول لا بس في دول ضيقت صح في دول باتها تضيق تضيق حتى على المصلين تضيق على الحفاظ على الخطباء على العلماء تعرف لماذا؟ لأن هؤلاء ناشطون في الحركات ما سموها بموسين جهادية مقاتلة عسكرية إسلام سياسي وفي ناس مش ناشطين راحوا تحت الرجلين السبب مين؟ السبب في هؤلاء الذين أثاروا الوحش النائم والغوي الكاسر هذا السلطة بماذا؟ بالنزاع الكراسي ما حدا حيرحبك